قام وفد ليبي بالرئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي فوزي طاهر بزيارة إلى مقار مجلس النواب بالقاهرة وكان في استقباله المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب حيث جرى بحث العديد من الملفات التي تهم البلدين الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وفي إطار نحن كنواب عن مجلس النواب الليبي من أجل تقديم الشكر إلى جمهورية مصر العربية من خلال زيارتنا للبرلمان مصر وعلى الدولة التي تقوم به جمهورية مصر العربية وأيضا من أجل التبادل وجهات النظر حول بعض المواضيع المهمة التي تهم بلدين وتضليل الصعاب فيما يتعلق بالتنقل وعديد القضايا التي تهم شعبينا إن شاء الله مصر كما تعلم الجميع هي مصر دولة محورية دولة إقليمية دولة جارة إلى ليبيا ودور مصر أعتقد أنه ليس بخاف على أحد تبدل جهد كبير من أجل استقرار بلادنا وأحداث تسوية وعلى الدور البارز الذي يختلف عن باقي الدول هو أن دولة جارة وأيضا تحاول مؤخرا أن تدعم التقارب بين كل الليبيين وهذا الحل الذي نعول عليه نحن كليبيين أن يكون الحل لليبي بقيادة ليبيا وبدعم ومساندة الأشقاء في مصر ترجمة نانسي قنقر